اضافة موسيقى او اغنية في ستوري الفيسبوك تابع معي الفيديو للنهاية السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ياسمين عشور فيديو النهاردة كده هنتعلم مع بعض ازاي نضيف موسيقى او اغنية في ستوري الفيسبوك يلا بينا كده نروح على الفيسبوك هنضغط على الفيسبوك هنضغط كده على انشاء قصة بعد ما اخترناها هنضغط على الصورة اللي احنا عاوزينها بنضغط على الصورة بنحددها معي وبنضغط كده على كلمة الملصقات هنضغط على كلمة الملصقات طبعا هنا عندك هتلاقي موسيقى هنضغط على موسيقى هنا بقول لك هنا تصفح فنضغط عليها بتبدأ انت تختار انت عايز ايه بالظبط لو مش عايز دي كده بنرجع هنا طبعا عيد ميلاد هنا الليلة موعودة وهنا حب وهنا الصباح طبعا انت بتبدأ تختار الاغنية بتاعتك لو مش موجودة بنضغط كده على بحس عن موسيقى مثلا بتبدأ نكتب شيرين مثلا الموسيقى اللي انت عاوزها بنبدأ كده زي ما انت شايفين اغاني شيرين بتلاقي اغاني شيرين موجودة كلها بتبدأ انت تختار بس تلازم في بعض الناس بيقولولي ولسه جايلي تعليق من شوية ان مفيش اللي انت بتقولي ده موجود عندي هقول لك تعمل ايه في اخر الفيديو لو مش موجود عندك الاغاني دي بتبدأ تكتب اسم الاغنية او اسم المغني اللي مغنيها تمام بتده انت تختارها طبعا اغاني شيرينة هين طبعا فيه كمان اغاني تانية بتحددها انت وتبدأ انت تختارها وبتضيفها انت دلوقتي بتسمع ايه الموسيقى دي او الاغنية دي من السهم ده وترجع انت تختارها بتضغط على الاغنية على اسم الاغنية بتضغط عليه فهنا زي ما انتو ظاهر قدامكو دلوقتي هو دلوقتي قدامكو ظاهر بالشكل دوي كتابة لو مش عايزها كتابة باضغط على الشاشة ضغطة واحدة بس كده بيظهر لك ايه اللي اختيار دي كلها تبدأ انت تختار بقى انت عاوز الشكل من بره على الصورة يبقى بالشكل ازاي تمام انا دلوقتي بضغط على الايقونات الموجودة على الصورة بتضغط عليها بيظهر لك اللي انت شايفينه ده كده على الشاشة من فوق هنا تحت دي طبعا المربع ده بيجيبلك كل جزء في الاغنية ليه كبلي معين او ليه جزء معين متحدده بتبدأ انت تقلب كده نحية اليمين او الشمال بترجع لأول اغنية او لاخر الاغنية شوف انت عاوز الاغنية منين بالضبط بتبدأ ان انت تختارها من المربع لتحت ده من لون بتضغط على الدايرة اللي فوق اللي فيها الالوان الكتير بتبدأ تختار لون الكتابة معاك لو عايز تحزف اللي انت عملته ده كله بتضغط على الحصر تمام كده انا اتضغط على التالي وهنا كلمة مشاركه لو انا عايز كده عمل تأثير حلو بضغط علي الدايرة اللي انا ضغط عليها دي كده من الضغط عليها بتبدأ انت تختار التأثير اللي انت عاوزه تمام ان اختاره التأثير ده وهاخطار على كلمة مشاركه هتحمل معاي بصبر لحد ما يحمل معاي المشاركه وهرجع لك تاني طبعا دلوقتي وابيحمل بره Easy تخلص معي المشاركة وهرجع لك ده كده خلصت حملت معي ولو ضغطنا عليها دلوقتي هتلاقيها الشكل كده من بره بتظهر كده الأغنية طبعا شغالة بس أنا دلوقتي عملت منتاج للأغنية عشان الأغنية ما يفعلش تظهر في الفيديو هاي دلوقتي شغالة وكتابة موجودة عليها أنا عايز أحذف البتاعة دي أو لو أنا عايز أحذف القصة دي بضغط على الثلاث نقط وهتلاقي هنا حفظ لو أنت عايز تحفظه أو إرسال على المسنجر أو تعدل في الخصية بتاعة القصة أو تعمل أشرافة كده للفيديو أو تعمل حسف للفيديو أو تعمل نسخ رابط لمشاركة هذه القصة تعمل لها كده نسخ للمشاركة دي طيب لو مش موجودة عندنا اللي ظهر قدامكو ده أو أن أنا أختار أغنية أو موسيقى بعمل ايه لازم أحدث الفيسبوك أحدث الفيسبوك ازاي بروح كده على متجر بلاي ده شكل متجر بلاي هضغط على المتجر ويبدأ أن أكتب فيه البحث فيسبوك بضغط عليه كده لو عايز تحديث أنا بعمله تحديث وبتظهر معيك تمام لو ما زهرش معك تحديث يبقى أنت كده دي النسخة بتاعة الموبايل بتاعك يبقى أصبر لما يجي التحديث هنا ليك ويتظهر معي كل ظهر معك دلوقتي في الفيديو بتاعي وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده يارب فيديو النهارده يكون عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته